السلام عليكم السلام عليكم في فيديو جديد اليوم سنتكلم لكم عن الإيباد هذا الإيباد إير بس ما عليكم من ذلك الموجودة الإيباد إير أول ما نزل في 2013 بعد إير 2 بعد وقف بعد إيباد إير حين موجود صار حجمة كبيرة 10.5 10.5 كانت قبل فترة كانت الحق الإيباد برو كانت قبل إيباد برو 10.5 خلت إيباد برو حين 11 و 12.9 وخلت الإيباد إير 10.5 نفس الحركة بس أن الحواف كانت تقريبا بشكل كبير من فوق تحلها قللت قليلا فالآن يقول لك أبل وتكلمنا عن تسييربات موجودة في الغناء أي سؤال عندك روح ترى تسييربات الغناء والإيباد ميني والإيباد إير تكلمنا عن أن أبل ستنزلهم بدون حواف نفس الإيباد نفس الإيباد برو بدون حواف بدون بصمة تتعلي بالفاست إيباد بعض الأشخاص يقول لك لا ستخلي الإيباد إير الجريد والإيباد مني بصمة تحت الشاشة وبعض الأشخاص يقول لك عن الباور البصمة ما ندري الآن ما توقع لذلك الخبر أن أبل ستخلي الإيباد إير الجريد الذي هو 10.5 يمكن يكون 11 لا صعب أن يخلوني 11 إيباد برو موجود عندنا فما ندري الآن والقلم الذي يضعون عنه لكن الإيباد الجديد سيكون باليوس بي سي نفس الموجود في الإيباد برو سيعطينا الإيباد برو شحن سريع أسرع لأن الآن هنا 12 واط سيكون 18 واط الإيباد إير بالنسبة لي لحق العب ممتاز الإيباد مني أفضل بكثير لحق باب جي لكن تسببات الجريد يقول لك الإيباد إير سيكون باليوس بي سي الإيباد مني الجديد سيكون باللايتنيق نفس الشي فيمكن أبل الموضة تحط اليوس بي سي لأن الإيباد مني سيكون لحق استخدام قوي ما رح تحط فلاش الإيباد مني يمكن لحق العب كثير سقير حجما ولحق باب جي حلو الإيباد إير يمكن بعض الأشخاص يأخذون الحق محتوى تحط فلاش تشيلة تحط دي كومنت تنقل ما أدري إلى الآن ليش ليش أبل مسوي كذا وليش يمكن الإيباد إيرتبه شوية زحفة لحق البرو يكون باليوس بي سي فتقدر تحط فلاش تقدر تشحنه في شحن سريع الإيباد مني يتم نفس الآيفون باللايتنيق ما أدري هل تقدر أبل تحطه بعدين تكنسل لايتنيق تخلي بدون شي ما أدري لأن الآيفون وكي تقولون الإيباد لأن الآيفون يعني تقدر تخليه بالوايرلس بس الآيفادات صعب أن تخليه بالوايرلس الآيفاد هذا الكبر على قطع عشر نشحن فالأشخاص اللي يحبون السلك اليوس بي سي وهو الموجود في الآيفاد راح يكون في الآيفاد إير شوي راح نقدر أحين نقول لحق الأشخاص شتروا الآيفاد إير بدون ما تشتروا الآيفاد برو بعض الأشخاص اللي لا يدرون الآيفاد برو 11 أو 12.9 تكلمت كثير اخذ برقة A4 وحطها على الآيفاد 12.9 ما بعاجبك أو كبير مرة اخذ الآيفاد برو 11 الآيفاد برو 11 كبير بالنسبة لك الآيفاد سيكون موجود مكانه أو الآيفاد مني صغير هؤلاء كلهم سيكونوا تحليلات جديدة فقط أن الآيفاد سيكون الآيفاد الصغير Lightning هذا الخطة لحق قبل الآن ما أدري هل المعالجة ستخليه نفس الآيفاد الموجود الآيف أو الآيفاد الآيف واخذ الآيفات أكثر من الآيفاد لأن أقبل لديه الآيفاد والآيفاد مني والآيفاد برو فالمعالج فهو يقول وصول اي باد على المعالج لا نعرف الآيفي سيكونوا يوبجي وفورتنايت هكذا الموجود الفيديو فنهادة الفيديو كتب لي تعرفتها لغتك هل اذا احدث ابل ايباد اير بالشاشة نفس الايفون وطبعا يدعم الآن القلم لكن ابن سيلون يدعم القلم فاذا كان بيس بي سي اي بروج الصفر يدعم ابن سيلونها هل يغيروا شكل لاركب ابن سيلونها ابل سيلون هو الوحيد الذي يدعم فهل يتجب يكون العيب الترجم فالايباد مني اتهاء ابن سيلون ايباد اير يكون ابن سيلونły يغير الديزاين يجب أن يكون ديزاين النفلات لكي يركب القلم فكتبت على التعليقات هل إذا حدثت أبو الإبارات الغديمة ستشترونهم؟ أنا بالنسبة لي لأشخاص أي شخص يحب بوب جي على طولها فضل الإيباد مني الصغير خاصة أنك تقدر تمسكه فيه وتلعب كذا مرة أقول لكم إياه فالأطفال أشخاص الصغار الموجودين نحين لي بس يشتري حق ولده أو بنته إيباد مني حتى الآن موجودين أو إيباد إير شقالين زي الحلاوة فكتبت على التعليقات مرتين يقول لكم ما الذي تحبونه أو ما الذي ستستخدمه صعب أنك تشتري إيبادة برو بس لكي تلعب به حرام والله ففي نهاية الفيديو لا تنسون الاشتراك في حسابي في سناب شات تشارك في بيضاداتكم وأما لا تنسون الاشتراك في المقطع ولا تنسون المفضل دعاكم والسلام عليكم